جهل عالمي طبعا يوسف شهين تختلف عليه مهما تختلف لكن ما فيش حد إلا هو اتفق على أنه مخرج كبير ومخرج عبقاري كتابة يوسف شهين من المخرجين القلائل جدا وإنك من المخرج الوحيد اللي قدر ينقل هويته على الشاشة هويته الإسكندرانية يمكن ده ما حصلش إلى مع المبدع أسامة أنور عكاشة في مسلسلاته الإسكندراني لكن كمخ كإخراج مش هنشوف إلى يوسف شهين المخرج الوحيد اللي نقل هويته على الشاشة وخليني أقول لك حاجة تانية مرضو ملمح كده أنت عارف أنا دايما بحب أفت يعني وتصححني ربما كمان هو المخرج الوحيد اللي مش بس نقل هويته على الشاشة اللي طبع شخصيته على طريق تمثيل نجومه وأبطاله في الأفلاق ده احنا جايل لها كله بيمثل بطريقة يوسف شهين مش بطريقته هو يوسف شهين أساسا يعني هو من أسرة متوسطة جدا ولكن الأسرة دي كانت حبة أن ابنها يبقى حاجة حاجة كبيرة جدا فعشان كده حرمت نفسها من كل متعة الدنيا عشان تدخله تدخله لمدرسة فيكتوريا كوليج في اسكندرية من بعدها رح أمريكا يدرس مصرح مدرسة السينما ده درس مصرح أخبر أنت بتقول أنه من أسرة متوسطة وبعد ذلك دخل فيكتوريا كوليج وصفروا أمريكا يعني هم كانوا نفسهم يكون ابنهم حاجة مهمة استثمروا فيها بالضبط وقد كان يوسف شهين رجع هو على فكرة ما ورد 25 يناير 26 يعني كنا بنحتفل بذكرى ميلاده من 3 يام من 3 يام بالضبط هو رجع على طول يخرج على طول قبل ما يبقى عنده 24 سنة لم يكمل عامه الـ 24 إلا وقدم فيلم بابا أمين بابا أمين ده أول أفلامه 24 سنة سنة 1950 طبعا هو كلمة لو تفتكر فيلم بابا أمين بطولة حسين رياض طبعا وبطولة مطلقة لحسرياض ما كانش حسرياض كان حيتفق مع نجيب الرحان هو اختار نجيب الرحاني لبطولة هذا الفيلم ممكن نجيب الرحاني توفع توفع في سنة 49 في نهاية 49 مزبوط فطبعا الفيلم قعد كام شهر لغاية ما استقر على حسين رياض وكان هو بطل الفيلم والفيلم كان فيلم غريب أول مرة يبقى فيه فيلم كوميدي فانتازيا صح اللي هو حياة الميت بعد موته حسين رياض وكان فيه طبعا فاتن حمامة وكمال الشناوي وماري مونيب وفريد شوقي وهند رستم مزبوط طبعا الفيلم نجح نجاح كبير كبير يعني بقى فيه مخرج مخرج مهم حنشوف تاني أفلامه على طول كان ابن نيل ياه ابن نيل وده كان بداية انطلاق للنجم الكبير شكر سرحان طبعا ابن نيل كمان حتى أن شكر سرحان شوف الفيلم انتاج واحد وخمسين شكر سرحان لقت بلقب ابن نيل حتى وفاته هو نفسه بسبب هذا الفيلم مع أنه عمل أفلام أهم صح زي شباب امرأة والزوجات تانية وأفلامهم حاجات كثيرة لكن هذا الفيلم هذا اللقب أصبح علقا بشكر سرحان حتى وقتنا هذا طبعا الفيلم ده كان دخل مهرجان كان سنة واحد وخمسين وسافر مع فاتن حمامة ولمهرجان كان ويوسف شهين وكان يعني شوف من تاني فيلم ويدخل مهرجان كان الله ربي يد وهو عنده ساعة ده 25 سنة 25 سنة هو كان بيحب جدا فاتن حمامة بدايته كانت مع فاتن حمامة بابا أمين ابن نيل بعد كده عمل لغاية ما عمل فيلم سراع في الوادي سنة 54 طبعا هو اللي جابه عمر الشريف هو اللي اختاره لأنه كان يعرفه من بيكتوريا كوليج بس كانوا كان أكبر منه لكن كانوا يعرفه كلهم كانوا يعرفه بعض كويس فجابه وعمله 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 بطل قدام فاتن حمامة وقال له أنا خليك تقف مع ممثلة مصر الأولى باسية اللي اتوافق عليك سراع في الوادي اللي كان في زكي رستر اه طبعا طبعا わ ابوارس عصر بالضبط هذا الفيلم صنف في قائمة أفضل ميت فيلم وطبعا ودخل برضو أيضا مهرجان كان لا هذا فيلم عظيم فيلم عظيم و الفيلم حتى يعني كان عمر الشريف ما كانش خاف من حد ألا من زكي رستر يعني في الفيلم دا ما كانش خاف من حد ألا من زكي رستر وقدر زكي رستر يمتص هذا الخوف من عمر الشريف لأن كان ساعتها الفيلم كان فيه مشات كتير من عمر الشريف وذاكر هنبص نشوف يوسف شهين كل دي أفلام مهمة لكن بداية يوسف شهين في السينما في السينما اللي بدأ يبقى فيها اختلاف فيها بصمات يوسف شهين قبل ما ندخل للمرحلة دي فيه مهم فيلم مهم جدا سيدة القطار مع ليلة مراد ده يوسف شهين يوسف شهين إنه ياخد ليلة مراد من أنور وجدي طبعا الفيلم ده سنة 52 كان في عز نجاح أنور وجدي وليلة مراد أنا عايز أقولك أن أنور وجدي أنا سأقول لي مش إزاي خدها يوسف شهين إزاي سبها أنور وجدي ما أنور وجدي أنور وجدي كل المخرجين تفاكر إحنا ما قلنا عن أنور وجدي ده كان مؤسسة عبقرية وكان عارف يعني يحتكر النجوم اللي بتوع الشباك وقتها يا أستاذ تامر ده في هذا الفيلم تقادت أنواء تقادت ليلة مراد مبلغ أكثر مما تتقادها مع أي فيلم آخر بسبب يوسف شهين هو كان بيحب أوي أن وجوم الكبار يكونوا معهم في الفيلم بيحب يستثمر الاسم الكبير فهو حابب ليلة مراد وليلة مراد كان نجمة شباك أولى في ذلك الوقت طبعا الفيلم ما نجحش نجاح نجاح المدوي سيدة القطر سيدة القطر مع أنه فيلم جميل فيلم حلو طبعا لكن ما نجحش نجاح نجاحات ليلة مراد فما تكررش التجربة ده تلاقي بسبب أن أنواء راجد عادي يقري على الفيلم لا أولا أسلوب يوسف شهين ما كانش الناس ما تعودتش تشوف ليلة مراد مع يوسف شهين بنفس التيمة اللي كانت تشوفها مع أنواء راجد صح وهن البركات كانوا بيظهروها قوي ويدلعوها قوي هيو حتى كان دور مختلف صح عن ليلة مراد صح حنشوف فيلم من سنة 58 بداية قرأ يوسف شهين المختلفة حنشوف فيلم باب الحديد خمرة بيوت بوس أسلس تامر جاريت نشوف فيلم باب الحديد دلوقتي فعلا جاريت نشوفه كله الفيلم ده فيلم غريب جدا أولا الفيلم كان الدور أبو سريع لمحمود مرسي مش فريد شاوي محمود مرسي قال أوكي بس إزاية تدوني تلتوني تلتوني جنيه وبطلت الفيلم أخذ ألف جنيه ياه كانت هاند رسم أخذ ألف جنيه آه هنومة لا ما أهنومة أيوة صح فمرضاش فقدول فريد شاوي يا خبرا بيض دور إيناوي اللي قامه اللي قام بيه يوسف شهين كان للفناني الكبير محمد توفيق آه تصدق لمشي وبالفعل مضى العقد وقبت خمسين جنيه عربون محمد توفيق محمد توفيق توفيق أيوة واستعد إنه يقولوله تعالى لا فجأة بيبص للجرائد بداية التصوير ويوسف شهين ممثل ومخرج لأول مرة في فيلم باب الحديد ما ليه بقى ورجع لخمسين جنيه ما رجعش محدش قال له محدش قال له حاجة حتكلمه خالص الفيلم يظهر حلو الجماهير تحطم السينما إزاي أبو سريع فريد شوقي يتضرب لا 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 والله الجماهير حطمت السينما والأمن تدخل لفضل الاشتباك آه وحش الشاشة لبرج إنه فيه خطبات ده المالك فريد شوقي اللي بيقول الكلام ده فيه خطبات جيت له من ناس في أهالي شبرى وين بابة وقالت له أي فلوس أنت محتاجها قلنا بس ما تعملش أفلام زي دي عشان قتل الفلوس ورح لهم القهوة اللي بيقعدوا فيها وجماهير كبير تلمت على فريد شوقي بعد هذا الخطب بسبب إنه مش عايزين يمسل أدوار نوعية من هذه الأدوار يتضرب فيها شف حضرتك الجمهور يلا أمريد عديه الناس بتصدق عشان الناس اللي بتقولك ده مجرد فيلم وإيه يعني تأثير الفيلم هتفرجوا على فيلم بيعمل إيه في عقلية وزهنية الناس وفريد شوقيه أقنحهم بإن ده تمثيل وإن ده فيلم مفيش فايدة يعني هم ما شايفينه في حتة معينة مش عايزينه يقل عنها حضرتك الفيلم ده أول فيلم عربي إفريقي يرشح للأسكر أول فيلم عربي إفريقي يرشح للأسكر باب الحديد سنة 58 حلو في نفس السنة يوسف شعين عمل جميلة بحريت الله الله طبعا عايزة الدينز الفقار رفض التعاون مع مجدى الصباحي اعتذرها ايه اعتذرات هو رفض يتعاون معها وحب يا معين السيدة مجدى الصباحي عرضت الإخراج على عايزة الدينز الفقار لكنه رفض ورشح لها يوسف شعين قالت من عايزة كرح لها وعمل الفيلم وكان الفيلم ده من الأفلام المهمة جدا إلا حضرتك تتصور إن الفيلم ده لما بيعرض لما عرض في أي دولة عربية في دولة عربية الجمهور العربي بيخرج على السفراء الفرنسية يحطموها من شدة اعتبرهم إن الفيلم ده حقيقي جدا حقيقي جدا والفيلم ده من الأفلام المهمة جدا اللي مثلت القضية الجزائرية طبعا طبعا جميلة بحرية تنموحة الفيلم ده مثل ثورة الجزائرية وخلت المناضلة جميلة بحرية في الفيلم ده حصل خلاف بينه وبين رشد أبازة ليه؟ لأنه كان عايز يعلم رشد أبازة يمثل بطريقة معينة فهنا بقى اللي حدثتك قلت بقى بداية البداية رشد أبازة رشد أبازة لقن يوسف شهين درس لن ينسع ويكاد الممثل الأول في تاريخ يوسف شهين إيه اللي لقنه هذا الدرس يوسف شهين لما رشد أبازة قال له أنا أمثل بطريقتي أي؟ أنت ليك تقول ليك تقول لي توقيه مش تمثيل هو سمعوا الكلام ده كل الممثلين بما فيهم مجدى يوسف شهين ما فتحش بقى حتى أن سيدة مجدى الصباحي في أي تنبيه اللي يوسف شهين قلت له هتسكت ولا جب لك رشد يا أنا ربي عند الدرجاني أو الله ما تعملش معه بعد كده نهيش تخيل أن يوسف شهين لم يتعاون مع رشد أبازة إلا في فيلم واحد فقط جميلة بحريت وما كانش البطل ده كان دور صغير جدا صح صح